تزداد المخاوف من تأزم الأوضاع الإنسانية مع تصاعد الصراع في إقليم تيجري شمال إثيوبيا منظمة العفو الدولية لفتت لسقوط عشرات المدنيين وقالت إنهم قتلوا في مذبحة سبها شهود إلى قوات تدعم جبهة تحرير تيجري الحاكمة في الإقليم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال إن البرلمان عين رئيساً جديداً لإقليم تيجري فيما تواصل القوات الاتحادية شن هجومها على زعماء المنطقة بعد اتهامهم بالخيانة والإرهاب البرلمان جرد من جانبه رئيس تيجري من الحصانة من الملاحقة القضائية في وقت أكد أبي أحمد أن الجيش الإثيوبي حرر المنطقة الغربية من تيجري الاتحاد الأفريقي قال مندوب أثيوبيا في مجلس السلم والأمن الأفريقي بعدما اتهمته حكومة بلاده بعدم الولاء وسط القتال الدائر بين القوات الحكومية وقوات إقليم تيجري أمر عقب عليه الاتحاد الأوروبي بالقلق من الإجراءات التي تستهدف عرقيات وتحمل خطاب الكراهية ومزاعم ارتكاب أعمال وحشية في إثيوبيا